أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي أهمية إتاحة المزيد من التيسيرات بإجراءات دخول مصر للحصول على الخدمة الصحية من خلال توفير عدد من البرامج السياحية خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لمتابعة صبل النهوض بملف سياحة الصحية أكد مدولي أهمية العمل على استهداف عدد من الجنسيات لتقديم الخدمات العلاقية والصحية لهم من خلال مجموعة من المنشآت الصحية المتميزة كما وجه بتسير إجراءات دخول طلاب الراغبين في الالتحاق بالجماعات المصرية حيث تمتلك مصر حاليا عددا كبيرا من الجماعات الحكومية والأهلية والخاصة المتميزة التي تجذب الكثير من الطلاب من الدول المداورة